أعود معكم إلى المشهد في بيروت وضيف شاشتنا العميد خليل الحلو الخبير العسكري أهلا بك مجددا سيادة العميد أعود معك إلى فرضية التفجير التي وراءها فعل فاعل أم هو انفجار وهنا تتعدد الأسباب خطأ فني أو مس كهربي أو غيرها من درجات الإهمال نعم عندما يكون هناك إهمال أو خطأ فني في مخازن ذخيرة وقد شهدنا ذلك خلال الحروب في لبنان منذ 45 عاما وحتى اليوم لا يحصل انفجار كبير واحد كما قلنا إنما تحصل سلسلة من الانفجارات المتكررة التي تنتقل من مقطع إلى آخر داخل المخزن إنما ما حصل هو انفجار واحد كبير مما يدل إن إما على قصف جوي وإما على عمل أمني أو مخابرتي من الداخل ولكن لا يمكن الجزم بأي فرضية بدون قراء والدولة اللبنانية التي كنا ننتظر منها أن تفيدنا بالمعلومات الأولية بالمعلومات الأولية وبالتحقيقات أو تفسير ليست موجودة على الإطلاق طيب هل المعلومة موجودة سيادة العميد يعني هذا المستوضع هل كان تحت نظر الحكومة كان تابعا لحزب الله هل كانت العين عليه هل كان به سلاح فقط هل هناك جخائر ربما كانت تستخدم سواء في الداخل أو في الخارج أي معلومة يمكن أن تفيد في مسألة إذا كانت دمر من الداخل لغرض ما أو هي ضربة خارجية كما تفضلت بالذكر سيدي الكريم المنطقة يسيطر عليها حزب الله كليا منطقة عين قانا وبالتالي لا يمكن لأي طرف أن يمتلك مخزن ذخيرة أو أي مخزن أو أي شيء أو أي سلاح بدون علم حزب الله ولا يسمح حزب الله لأي طرف آخر بمشاركته هذه الأمور في المناطق التي يسيطر عليها وبالتالي احتمال الضربة الإسرائيلية وارد وهناك أيضا مؤشرات كثيرة بأن الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت هو أيضا ضربة إسرائيلية ويوم أمس حلق الطيران الإسرائيلي فوق بيروت على علو منخفت جدا وكذلك هناك احتمال بأن يكون قام بقصف في منطقة بعلبك أيضا وراءنا أيضا التجربة في الداخل السوري حيث أفاد رئيس الأركان السابق والوزير الحالي جادي أيزنكوت بأن إسرائيل قامت بألف غارة جوية على السورية منذ عام 2015 حتى الآن سماها حروب صغيرة بين حربين وهي كانت تهدف إلى منع إيران وحلفاء إيران من إقامة منظومة أو جهازية قتالية ضد إسرائيل طيب في عجالات كبيرة أن يكون هذا يعني نقطة همتان الآن أولا هل يفتح تحقيق كما جرى مع المرفأ في بيروت هل يفتح التحقيق أم يتم التكتم على الأمر أو ربما تمنع عناصر حزب الله دخول أي طرف حتى لو كان من الحكومة هذه نقرة أو هذه نقطة النقطة الأخرى ما هو تأثير هذا الأمر على المشهد برمتي في لبنان خاصة وأننا نخوض مخاض لتشكيل الحكومة مع أديب نعم أولا هناك سابقة عندما قامت إسرائيل بقصف لضاحية بيروت الجنوبية منذ أكثر من عام حزب الله فرض طوقا أمنيا ووضع يده على الأدلة وبعد أيام قام بتسليم ما تيسر له أو ما أراد تسليمه للسلطات اللبنانية وقامت السلطات اللبنانية بتحقيق شكلي ليس أكثر ومن المرجح أن يحصل الشيء نفسه في انفجار عين قانا أما مدى تأثير هذا ما يحصل على المشهد اللبناني فما سمعناه بعض الظهر من المعلقين ومن الجمهور ومن الناس على وسائل التواصل الاجتماعي هو غضب كبير من عدم تمكن الدولة اللبنانية من فرض سيطرتها أو سيادتها على كامل أراضيها وانتقاس هذه السيادة يجعل من لبنان مسرحا لحروب الآخرين على أرضه ولسيما إيران وأسرائيل وإيران وأطراف أخرى شكرا جزيلا العميد خليل الحلو الخبير العسكري ضيفا كان من بيروت ترجمة نانسي قنقر